مرحبتين وأهلين وسهلين من أهم الأماكن اللي ممكن تسووها أو الشغلات اللي ممكن تسووها بالصيف خاصة مع أولادكم اللي هو قطف الفراولة والخضار في مدينة أوتو طبعا هاي الاكتيفتي تقريبا يعني رخيصة كتير لأنه انت بس بتروع المزرعة بتوخد الباسكت بتشتريه في مبلغ بسيط وبتدخل جوا المزرعة الأولاد بلقتوا بأيديهم الفراولة أو المطلوب بعبوا الباسكت أد ما بدهم وبوكلوا أد ما بدهم في مزارع كتير هاي بعض المزارع شوفوا أسماعها هون ممكن تدوروا عليها تشوفوا أقرب مكان إلكوا هاي كل هالمزارع بتختمل نفس الخدمة عادة بيكون هذا في نص في أول جولاي أول شهر السابع من كل سنة بتقدروا تروحوا تقريبا أول خمسة عشر يوم بعد هيك بصير شغلات ثانية هاي المزارع المهمة اللي موجودة فوقتوا بممكن تدخلوا بس ستروبري بيكينغ أتوا وراح يطلع لك عدة مزارع بس تضغط عليها بتعمل درايف على هذا المكان اللي عندك تروح هاي شايفين كل هاي المزارع بورجيك على الخريطة كمان المكان اللي ممكن انت تروع عليه كله حسب بعدك تقريبا كلهم نفس السعر ونفس الفن في مزارع أكبر من غيرها يعني بس موضمهم تقريبا بعطيك نفس الاكتيفيتي هلا طبعا زي ما احكينا في فاميلي اكتيفيتي كل العيلة ممكن تروح مع بعض تنبسط هاي احد المزارع أنا بس عملت هيك مش دعاية لهم بس لانه عشان أورجيكو انه في شغلات مش بس ستروبري في عندهم شغلات هاي الاستروبري مثلا من اي تاريخ لاي تاريخ مجون لمج جولاي الرازبري كل الشغلات اللي ممكن تعملها في هذا الفارم فادخلوا مثلا عن الرازبري في جولاي لاوغسط ان جولاي اوغسط فبيختلف الموسم من فواكد وفواكه وهاي البلوبرين مثلا بتشوف التاريخ والوقت فلازم تعرف وين رايح والساعة كم واي تاريخ انت رايح عشان فعلا تاخد الانتحام بتاخده هاي بعض الاكتيفيتيز وان شاء الله تنبسطوا فيها في عطا عجبها القناة بابا ما بنحكو كلكوا تعملوا subscribe like comment share سببشتوا